اه سلام عليكم ورحمة الله زي كده كتر عمين ايه اه ان شاء الله ولاده نتكلم في الفيديو ده على نوعين من المسائل برضو اه نوع من المساء لو دي بتيجي على حاجة وده بيجي على حاجة زي ما بارل حضراتك اسمه السيك وانسينج السيك وانسينج ده ولاد يعني معناه ايه بالعربي يعني لو نديتك مثلا حيث تدين ايه ولنفترض ان الجزئية دي مثلا تتابع الموجود فيها مثلا سي اي تي تي اه جي اي مثلا يعني وهذا التتابع مجهول بالنسبة لي وانا عايز اتعرف عليه فكيف هنتعرف على التتابع الموجود على اه سيجمنت معينة او جزء معين يعني من الديني وده الموضوع اللي احنا هنشرحه ده اللي بنسميه سيك وانسينج يعني زي بنتعرف على التتابع معين موجود في الديني اه الفكرة كلها ولاد عشان بس نبقى متخيلين يعني مسألة بيجي لي مسألة كده بالشكل ده دي النتيجة بتاعت الاختبار ويقول لي ايه هو التتابع الموجود قصدك في الرسمة وتعرف عليه يعني بيبقى سهل جدا لكن الخلفية اللي انا هقولها لحضرتك دي يعني تقريبا كلها للفاهمة بس عشان تفهم عشان ما بقاش بحفظك كلام كده وخلاص فحضرتك هتفهم الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي وبعدين هنبدأ مع بعض نشوف ايه شكل المسائل اللي جات قبل كده عاملة ازاي وخلاص طيب في البداية ولد انا علشان ابني شريط دي ان ايه دي المعلومة دي لازم نبقى فاهمينها كيف ساوي عشان ابني شريط دي ان ايه يا ولاد ايه لازم اجيب الوحدات البنائية اللي هي النيكليوطايد والكلام ده انا كنت قلتولك وانا بشرح البيس يقول اي نيكليوطايدة طبعا تكون عبارة عن بيس قاعدة نيتروجينية والدي اوكسي ريبوز السكر ويه اللي ايه الفوسفيد واسطة اللي ده دول مع بعض طبعا اسموه منيكليوطايد عشان ابني شريط دي ان ايه بار بتاع السيكوانسينج ده داي عشان اجي اجي ابني بقى الشريط دي ان ايه بحتاج اجيب كزا نيكليوطايدة بقى دي نيكليوطايدة تانية ايه خاص ودي نيكليوطايدة تالتة كويس يبقى احنا كده ايه عندنا كزا نيكليوطايدة تمام جده كنت جيت شراحت لحضرتك في البيس قر قلتلك كده عشان اقدر اجبك يا ولاد النيكليوطايدة دي في النيكليوطايدة اللي فوقيها لازم يكون عندي كام فوسفيتة بس كار رسمة تلت فوسفتات هتقول ليه طيب انت جايب تلاتة ليه احنا مش محتاج نغير اول واحدة دي فكرة كلها يا ولاد ان عشان النيكليوطايدة دي تشبك في اللفويها لازم اجي هنا كده ما بين الفوسفيتة الاولى والتانية اقوم جاي يكسر بيتحرر فوسفتين الاتنين دول يوم يطلع طاقة استغل انا الطاقة دي ان انا اشبك الفوسفيتة دي في الو اتش بتاعة السكر اللي فوقيها انا كده جبكت الايه النيكليوطايدة دي مع النيكليوطايدة اللي فوقيها كويس تمام فعشان كده اولاد لما جابني دي ان ايه الوحدات البنائية عندي بتكون كده بقول عليها كده دي اي تي بي دي جي تي بي دي سي تي بي و دي تي تي بي طيب الدي الصغيرة اللي في الاول دي عبارة عن ايه دي عبارة عن دي اوكسي رايبوز عشان انا السكر اللي عندي بيكون دي اوكسي رايبوز طيب الاي والسي والتي والجي دول عبارة عن ايه دي اللي نيكليوطايدات او البيزيس المختلفة هم الاي والجي والتي والسي هم دول اللي انا بيستخدمهم والاي تي بي بقى تي بي زي ما قلنا دلوقات اهو ترهي فوسفيد يعني بيكون عندي ايه تلات فوسفيدات خلاص ماشي كده اولاد اتفقنا دي الفكرة بس العامة افهمها عشان هتساعدك دلوقتي واحنا بنتكلم طيب الفكرة اولاد ان في حاجة مهمة اوي ان الكلويتيدا دي عشان تعرف تشبك في اللي بعدها قلنا ان الفوسفيدا دي وجاية رايحة شابكة زي ما حدوك شايف كده اهو في الو اتش بتاع الكربونا كام دي بصوا كده اولاد لو ده الريبوز دي الكربونا رقم واحد ودي اتنين ودي تلاتة الدي اوكسي رايبوز الكربونا التانية بيكون ما فيهاش اكسوجين عشان كده بنقول علي ايه دي اوكسي رايبوز بتشال منه اكسوجين لكن التالتة لازم يبقى فيها اكسوجين ليه بقى عشان دي اللي بتقدر تشبك مع الفوسفيد كويس سهل كده الكلام كويس عظيم جدا ماشي طيب في بقى حاجة مهمة اوي دلوقتي اولاد انا لو بصيت عن النيكلويتيدا دي هلاقي ان هي غريبة جدا دي كده ليه غريبة دي الكربونا طبعا الاولى ودي التانية ودي التالت كويس الطبيعي يا بلاد ان انا الكربونا التانية دي اهي اه تكون ما فيهاش اكسوجين فيها ايه ده طبيعي جدا لكن هنا اولاد الغريب في الموضوع ان حتى الكربونا رقم تلاتة هي كمان ما فيهاش ايه اكسوجين اه فمبدائيا كده هنفهم فيديتها ايه دلوقتي بستعلم مبدائيا كده نسميها دي اسمها ايه اولاد داي دي اكسي نيوكليوتيت نيوكليوتي ده عشان هي عبرها عن قاعدة نيدروجينية وسكر وفوسفيد طب يعني ايه كلمة داي دي اكسي دي اكسي يعني متشال منها اكسوجينة يعني فيه داي يعني اتنين اه يبقى معنى الكلام ده اولاد ان فيه داي دي اكسي يعني فيه كربونتين في الرسمة دي كربونات تانية وكمان الكربونات التالت بتشال منهم ايه اكسوجين داي بنقول عليها كده داي دي اكسي نيوكليوتيت طيب اه انت ليه جايب سرتها اصلا ده هل دي طبيعي تبقى موجودة في اتنين ايه لا طبعا مش طبيعي يعني فهم ليه دلوقتي طيب اه هنا كنا بنقول دي اكسي عشان واحدة بس ليه رقم اتنين اللي مفهاش اكسوجين لكن دي داي دي اكسي يعني فيه اتنين مفهومش اكسوجين طيب ايه بقى النيكليوتيت دي قصتها او جايبين سرتها ليه قلق الصناعة انا استخدمت هذين نيوكليوتيت دا اللي هي الدي اكسي نيوكليوتيت دي هتؤدي الى انتهاء بناء الدين ايه بيقولوا عليها كده ترمينيتور نيوكليوتيت ترمينيتور يعني تسبب توقف في بناء الدين ايه طيب اه ليه طيب قلق الصناعة حتى بص كده لو جبت تحتها نيوكليوتيت دا هيه حتى لو فيه ثلاث فوسفاتات انت بتقول لي ايه انا بيجيب التلات فوسفاتات دول اهم عشان اكسر هنا كده فلما تكسر هنا كده ايه اللي هيحصل الدي ودي هيترمو فيهم يطلعها طاقة صح كده عشان ايه بقى عشان الفوسفاتة دي تمدق ديها وتروح تشبك فين اه في الاو اتش بتاع الكربونا رقم تلاتة تمدق ديها عيني مش هتلاقي حاجة تشبك فيها مفيش او اتش الاو متشال فلذلك ان نيوكليوتيت دي يا اولاد مفيش حاجة اتعرف تشبك فيها عشان كده بنسميها ايه ترمينيتور ترمينيتور يعني ايه يعني توقف بناء الدين ايه طب هل دي موجودة طبيعي في الدين ايه لا طبعا دي احنا بنعملها في المعمل لغرض سيكوانسنج هنستخدمها دلوقتي وريك ازاي خلاص كده يبقى الطبيعي ان هي تكون دي اوكسي نيوكليوتيت رايفوسفيد دي اوكسي يعني بس التانية هي اللي ميكونش فيها اوكسوجين لكن لو استخدمت داي دي اوكسي يعني ادنين وثلاثة مفهومش اوكسوجين ده هيوها ادي الى توقف او انتهاء بناء الدين ايه بيقولوا عليها كده داي دي اوكسي نيوكليوتيت خلاص كل ده زي ما بقول لحضرتك ايه للفهم بس طيب تعال نشوف بقى انا لو عندنا سيكوانس معين تتابعه معين في الدين ايه واحنا عايزين نعرف هذا التتابعه طيب هنتفرج بنعمل ايه انا افترض مثلا اولاد ان التتابع اللي انا بيدور عليه اه اللي انا بدرسه يعني عايز مفروض التتابع ده بالنسبة لي مجهول انا مش عارفه مفروض ان انا بعض الاختبار بتاع السيكوانسنج ده هعرفه انا افترض ان التتابعه ده عبره عن جي اي تي سي جي اي تي سي جي جي جويس طيب ارع انا جيبت من التتابع ده اربع نزح كويس ووزعتهم على اربع انابيب للانبوبة الاولانية للانبوبة التانية انبوبة التالتة والانبوبة الربع طيب بعد ما وزعتهم اولاد على الاربع انابيب دول هعمل ايه هجيب الاربع نيكريتيدات العاديين اللي انا عارفه احنا خلاص اتفقنا ان الوحدة البنائية بتكون دي دي اوكسي اي تي بي ادينين ترايفوسفيت لازم يكون فيه ثلاث فوسفتات عشان القصة اللي احنا شرحناها ان احنا بنكسر هنا كده والتقال اللي بتطلع باستخدالها في تكوين الرابط فلاص تمام فانا هجيب الاي وهجيب الجي وهجيب التي وهجيب السي هجيب ايه الاربع نيكريتيدات اللي انا باستخدامهم لبناء اي شريت دي الني وهضيف عليهم الدي النيبولاميريز اللي هو الانزيم المسؤول عن بناء الدي الني كويس فإيه اللي هيحصل لما الانزيم الدي النيبولاميريز يلاقي المواد الخام اللي هي النيكريتيدات موجودة هيبدأ ان هو يضاعف هذا الشريط عنده شريطه يوم ياجي مثلا وصاد الـ G دي وهم جاي حطة C وصاد الأي ويوم جاي حطة T وهم جاي حطة A وصاد C وهم جاي حطة G وهكذا خلاص كده طيب وبعدين هاجي على الادف الأنبوبة الأولى دي كده وهم جاي حطة الترمينيتور نيكليوتيد النانا قلت الحضرتك عليها اللي هي دي دي بقى يعني ايه زي ما قلنا داي دي اوكسي نيكليوتيد يعني النيكليوتي ده الترمينيتور اللي هي لما حطها هيحصل ليه لبناء ادنين هيوقف هاجي على الأنبوبة الأولى يا أولاد وأقوم جايحات الترمينيتور نيكليوتيد من النوع A دي دي اي تي بي والأنبوبة الثانية نفس الكلام برضو العادي ده كده بس هحط الترمينيتور من النوع G واجي على الأنبوبة الثالثة وحط الترمينيتور من النوع C واجي على الأنبوبة الرابعة والأخيرة أحط الترمينيتور من النوع T يبقى كل واحدة فيهم أولاد فيها ترمينيتور نيكليوتيد غير التانية الأولى النية فيها T ترمينيتور يعني بالآخر كده أول ما حطت T بناء الدين هيوقف والتانية فيها ترمينيتور من النوع G يعني أول ما جاء حطت G في وسط بناء الدين هيوقف وهنا ترمينيتور من النوع C وهنا الأخيرة دي ترمينيتور من النوع T طيب إيه اللي هيحصل بقى دلوقتي ده التتابع بتاعي اللي هو اللي لون أصفر اللي فوق ده أهو هنظلله حتى كده عشان إيه تبقى متخيل المنظر هيجي أولاد البوليميريز أهو زي ما اتفقنا هو وهيبني قصاد الشريط ده شريط تاني مكمن له خلاص كده طيب جي ايه اه أول ما يلاقي أولاد تي هيبص حضرتك كده معاه المنظر في هنا كده تلت واحدة دي تي أهيه أول ما يلاقي تي هيقوم جاي حاطت ايه قصادها صح كده خلي بالك أنا الأنبوبة الأولانية دي حاطت فيها تي بايز يبقى أول ما البوليميريز هيستخدم الترمينيتور اللي هي الضيدي أكسي دي اللي هي من النوع ايه اهيه اللي هيحصل لبناء الديني هيقف بناء الديني طيب أفهم من كده ايه بقى أنا كواحد بيتابع الكلام ده أفهم يا أولاد ان لما ديني بناء الديني يقف ان الشريط فوق كان فيه تي ما هو لما الشريط يكون فيه تي أنا هضطر أحط ايه والإيه اللي أنا حاطتها دي ترمينيتور يعني بناء الديني هيحصل له ايه هيوقف يبقى أنا مثلا بعد دي واحد اتنين بعد دي نيكليوتايد توقف بناء الديني فاستفيد من كده وأفهم ان تالت نيكليوتايد ده هي عبار عن تي مشانا حاطت ايه والإيه دي مفروض بيمسك فيها تي فلما أنا حاطت ترمينيتور نيكليوتايد من النوع ايه معنى كده ان الدين ايه اول ملاء تي حطي قصدها ايه فمن الديني يوقف فاستفيد من كده وأفهم من كده ان تالت نيكليوتايد هيعبار عن تي بص اهو يبقى بعد دينيكليوتايد توقف البناء وارد يحصل حاجة بص كده معايا عشان ايه تبقى فاهم كويس وارد ان انا اجي قصد الجي احط سي واجي قصد الاي احط تي واجي قصد تي احط ايه طبيعية عادية جدا ما هو فيه ايه عادية اللي هي دي كده اهي موجودة عادي ويكمل بناء الدين ايه لحد ما كمان شوية هيقابل التي فوارد ان هو يحط قصد تي دي الايه البيزة الترمينيتور فيحصل ايه فيقف بناء الدين ايه بعد ستة نيوكليوتي دات يبقى انا هستفيد من الانبوبة الاولانية دي ايه ان انا هتهرف على اماكن وجود التي اهي فهمت ان بعد اتنين وقف يبقى اكيد التالتة كانت تي بعد ستة وقف يبقى اكيد سابع واحدة كانت تي صح ولا لا اهي عشان انا مستخدم ترمينيتور من النوع ايه يبقى الانبوبة الاولانية دي اولاد ساعدتني في التعرف على اماكن وجود التي خلاص كده طيب الموضوع كل اولاد اهم على فكرة الاحتمالات احنا بنحط كميات كبيرة من النيكلوتيتات الطبيعية ومعها النيكلوتيتات البيضة فوارد ان الايه دي تمسك مرة مع ايه بايضة وارد تمسك في الخط اللي تحت او الشريط اللي تحت مع ايه سليمة فيستمر بناء الديني موضوع كله اهم على الاحتمالات او الصدفة طيب نفس الفكرة في الانبوبة التانية بس هشرح حلق تاني برضو عشان ااكد لك على نفس الفكرة ده التتابع اللي احنا بندور عليه ونفس الكلام انا مستخدم نيكلوتيتات طبيعية ومعها البوليميريز بس في الانبوبة التانية دي مستخدم انيكلوتيتة البيضة من الجي عشان هي تمسك مع السي يبقى الانبوبة التانية دي هتساعدني في التهرف على اماكن وجود مين السي ايه اللي هيحصل البوليميريز هيلاقي الشريط قدامه فهيبدأ يبني قصاده شريط مكمله هيفضل ماشي ماشي لحد ما يقابل المكان الموجود في السي اهي فلما يقابل المكان الموجود في السي وارد انه يستخدم النيكلوتيتة البيضة اللي هي الجي ينجي حططها هنا كده فيقف بناء الدين ايه فلاقي انا عندي قطعة من الدين ايه طولها تلات نيكلوتيتات وبناء الدين ايه توقف فافهم من كده ان النيكلوتيتة الربعة في الشريط الاساسي كانت سي لانه لما حط الجي لبيضة بناء الدين ايه يبقى اكيد في الشريط الاساسي كان في سي في رقم 4 وارد زي ما قلنا ان انا استخدم الجي السليمة اللي في قدي في الشريط اللي تحت فيستمر بناء الدين لحد ملائي في الشريط الاصلي برضو سي تانية فحط قصدها جي بايزة فبناء الدين هيقف بعد 7 نيوكلويتدات فافهم ايضا ان السي موجودة في الموقع رقم كام 8 وهكذا بالنسبة للسي وهكذا بالنسبة للت بعد ما خلص خلص الاربع انابيب اولاد هيبقى عندي معلومة عن اماكن وجود الت والسي والجي والا الاربع نيوكلويتدات اللي عندي طيب هبدأ بعد كده اولاد النتائج اللي طلعت او الفرجمنت القطع بتاعت الدين اللي نتجت معي في كل انبوبة على حدة هخطوهم مع بعض في جهاز الالكتروفوريسس زي ما قلنا اولاد ان جهاز الالكتروفوريسس ده بيعتمد على الطول يعني هنا مسلا قطب الموجب زي ما قلنا قبل كده وهنا القطب السالب وببدأ ان انا اجري الفرجمنت بتاع الدين ايه دي من القطب السالب ناحية القطب الموجب وانتفقنا ان الترتيب ده بيكون بناء على الايه على الطول اصغر واحد بيكون قدام لانه هو سريع بيتحرك كل المسافة دي واكبر واحد بيكون ورا خالص لانه بيكون حركته بطيئة الفكرة اولاد انه هو بيبقى جنب هنا كده حاطتلي زي ايه مؤشر بيفهمني بيقول لي خلي بالك القطع دي لو وقفت هنا يبقى طولها نيوكلويتدة واحدة هنا يبقى اثنين هنا يبقى تلاتة هنا يبقى اربعة هنا يبقى خمسة وهكذا وكل واحدة موجود عليها من فوق كده الانبوبة بتاعتها كانت بتكشف عن ايه يعني ايه يعني بيقول لي ان القطع اللي موجودة هنا كده سواء دي او دي دي بتكشف عن وجود التي والتانية القطع اللي وقفت هنا وهنا دي بتكشف عن وجود السي وهنا بتكشف عن وجود الجي واخر واحدة دي كده ودي بيكشفه عن وجود ال ايه يبقى انا عندي كده ولد ترتيب لقطع الدين ايه من الاصغر الى الاكبر هنا كده دي اهي هتبص عليها فوق هتلاقي هنا مثلا تي ايه سوري ايه اهي ويهي بعدين اللي بعدها اهي تي وبعدين اللي بعدها سي وبعدين القطع اللي بعدها اهي جي وبعدين اللي بعدها كده تي وبعدين اللي بعدها هنا كده ادي ايه وبعدين اللي بعدها جي واخر قطع خلص ايه سي خلاص بقى انا اولاد الموضوع في منتهى السهولة خلي بالك كل اللي انا شرحته لك ده ما هو الا مساعدة لك عشان تفهم عشان ما اقولكش يمسك البتاع دي احفظها وخلاص لكن المسألة بتكون في غاية السهولة اللي بيحصل بيجي لي مسألة شبهة دي كده ودي قطع الالكتروفوريسز اللي انا عملها او الفرجمنت بتاعة الدين ايه والدكتورة بتسأل حضرتك تقولك what is the sequence ده السؤال الوحيد اللي بيجي على موضوع والي بص على الرسمة دي ومن خلال هذه الرسمة ورد يجي لك سؤال نظري على الكلمة اللي احنا شرحناه ده مش هقولك لا يعني لان الساعات بيبقى فيه تغيير شوية في الأسئلة لكن السؤال اللي على طول بينزل هو السؤال ده ما جايش غيره قبل كده بتقولك بتجيب لك الرسمة دي كده بتقولك what is the sequence طيب هتصرف ازاي اللي بالك عشان ما تطلخبطش وانتبع ايه بتشوف هتبدأ من تحت لفوق تمشي عبر روحة واحدة واحدة وتكتب على الرسم هتبدأ من تحت خالص دي اول ايه قطعة ايه موجودة قصادة تي يبقى تكتب هنا تي طيب هتبدأ تطلع فوق واحدة بواحدة القطعة اللي فوقيها على طول دي تي برضو صح؟ مش هموجودة قصادة تي تبقى دي تي اهي طيب هتبدأ تطلع فوق كمان اهي تلاقي دي هنا كده موجودة قصادة الايه يبقى دي ايه تبدأ القطعة اللي فوقيها دي الاول دي قبل دي دي قصادة الجي تبقى واضحة في الامتاعن طبعا بس عشان اخذها الصورة من الورقة مش بينها ودي سي كويس تطلع على اللي فوقها دي كده يبقى جي اللي فوقها دي كده سي اهي تكتب عليه اللي فوقها دي كده تي وبعدين اللي فوقها دي كده سي وبعدين اللي فوقها دي كده ايه وبعدين جي وبعدين جي وبعدين دي الاول ايه وبعدين هنا كده تي وبعدين دي كده سي اهي هو اخيرا ايه يبقى السيكوينس هنقوله ازاي هتقرأ اكتب عليها كده بالعربي من تحت لفوق اهي تحت لفوق ازاي تي تي سي اي جي اي تي سي اي تتابع بيبقى بالمنظر ده خلاص سهلة جدا 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 وما فياش اي حاجة صعبة بتقرأها من تحت لفوق لان تحت دي تدول ان دي اقصر قطعة فمثلا فيان يوكلو تي ده واحدة باول واحدة هي تي وبعدين اللي فوقها اتنيني بقى تاني واحدة تي وبعدين اللي فوقها تلاتة بقى تلات واحدة سي وهكذا تقرأها من تحت الفوق بتجاوبها في دقيقة تاخد درقتك مفيش اي حاجة صعبة في الموضوع او جي سؤال العكس يعني ايه دكتورة كانت جايبها لك سيكوانس جاهز زي ده كده اهو وكانت بتسألك في الامتحان تقول لك مين في الاربع رسومات دول يتوافق مع هذا السيكوانس لو حلها كده على ميلك انا كده كده هبعط لكم البي دي اف ده هتلاقيها رقم سي اي رقم سي لو خدتها تلاقي دي ايه اطلع اللي فوقها دي كده اهي تلاقيها ايه دي ايه دي سي وبعدين اللي فوقها دي كده ايه دي 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 ايه وبعدين تي جي تاني وبعدين تي سي وبعدين جي تي اي جي 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 تي اي جي جي تي اي جي تلاقيها بالضبط تطلع السيكونس رقم اي سي فعل الموضوع سهل جدا ياما بتجيب لك رسمة زي دي تقول لك what is the sequence تقرأه من تحت لفوق ياما العكس بتجيب لك سيكونس وتقول لك هو مين فتختار ايه المناسب معي اهم حاجة بس وانت ببص على الرسمة تمشي بالهداوة واحدة بواحدة تحلها صحة ومش هتغلط ولا بقى فيها اي حاجة صعبة اي طيب اخر حاجة اولادة نتكلم عليها اي نوع تاني من المسائل وهو برضو مسائل البيديجري برضو من الحاجات ان شاء الله السهلة اللي احنا ايه يعني ما بتبقاش صعبة عنه ان شاء الله في المزاكة طيب كلمة البيديجري اولاد اللي هي ايه شجرة العيلة وده عبارة عن ويقول لك ايه نوع التوريس في المرض اللي موجود عندك عشان نفهم اولادة مسائل البيديجري لازم نبقى عارفين ان الاربع كلمات دول كويس جدا كلمة الاولانية ودي معناها بالعربي سائد وكلمة التانية اسمها ودي معناها بالعربي متنحي وعندنا حاجة اسمها يعني جسدي وعندنا حاجة اسمها يعني المرض ده بيتحمل على الاكس كروموزوم طيب اظن انتوا سمعيني الكلمة دي في الاحياء بيستعون راجع عليه يعني اولاد لو قلت ان المرض ده مرض سائد او بالانجليزي دومنانت معنى الكلام ده اولاد ان هو يكفي احنا اتفقنا حتى في الفيديو اللي فات ان اي جين بيما منه كم نسخة نسختين فاللاصمر ده اللي هو الجين السليم واللي ازرق ده اللي هو الجين المريض في المرض له من النوع الدومنانت السائد يكفي ان يكون في جين واحد مريض عشان المرض ايه يظهر يعني مش لازم اللي اتنين يكونوا بايزين عشان المرض يظهر خلاص كده وبنانع الكلام ده اولاد يبقى الشخص المريض في الحالة الدومنانت ممكن يكون عنده جين واحد بايز والتاني سليم فالمرض هيظهر او الاحتمال التاني برضو ان يكون ايه يكون الجينين اللي اتنين بايزين برضو المرض ايه هيظهر برضو خلاص طبعا زي ما قلنا في الحتة بتاعة السيكل سالانيميا لو انتم فاكرين ده كده بسميه تيروزايجس يعني عنده واحد سليم واحد بايز وده بسميه هوموزايجس وفي الحالة دي كده او كده المرض هيظهر يعني انه من النوع السيء يكفي ان تكون نسخة واحدة من الجين مريضة او فيها خلل عشان المرض يظهر طيب العكس باري سيسف سيسف بالعربي يعني متنحي يعني متنحي في الوراثة يعني لازم التوجينز او التواليلز ده وده كده لازم يكونوا بايزين بايزين دي نقصد بها يعني ان فيها ميوتيشن طفرة في خلل الجين السليمية فهنا يبقى المرض الرسيسف لن يظهر المرض على الشخص او العيان الا لو الجنين اللي اتنين بايزين لكن في المرض الدومينانت يكفي ان تكون نسخة واحدة بس من المرض من الجين سورية اللي بايزة عشان المرض ايه يظهر طيب يعني ايه كلمة ان المرض ده اوتوزومل بقى اوتوزومل يعني بيتشال على الكروموزومات الكسادية من رقم واحد لاثنين وعشرين يعني ممكن يكون المرض ده بيحمل على كروموزوم واحد اثنين سبعة عشر خمستاشر ايه كروموزوم من رقم واحد لرقم اثنين وعشرين ومالي يعني ايه اكس لينكد يعني هذا الكروموزوم سوري هذا المرض يحمل على ال اكس كروموزوم خلاص كده اتفقنا دول الاربع كلمات اللي احنا هنستخدمهم في ايه البيديجري او في شجرة العيلة مثال بدعة الوراث طيب طيب ازاي اولاد لو انا بسيت على اي شجرة العيلة اقدر من خلال المنظر بتاع التوريس بتاع المرض ده استنتج ازا كان اه المرض ده سائد ولا متنحي ولا ظروفه ايه بالزاب قالك والله في مجموعة من الكلوز او المفاتيح كده اللي بتساعدك وهم اربع مفاتيح هنشوفهم دلوقتي مع بعض طيب الاول اولاد اعرف منين ازا كان المرض ده اه بالمناسبة اولاد الان شرحت منه ده عشان لو حد عايز يشوف برضو الرسومات دي تبقى معاه هتلاقيه موجود فيها الاسكيمة دي بس عشان نفهمها هتعانوه بس ناخدها واحدة اه الحالة دي اولاد احنا ملاحظين ايه المربع اللي هو الراجل الاب وال سوري معلش والكرة دي اللي هي الام او الفيميل بيرمز لها بالرمز الدايرة والراجل بيترمز له بالرمز المربع خلاص ايه اللي احنا ملاحظينه ملاحظين ان الابن اولاد هاز نورمل بيراند يعني بالبلد كده ايه واحد راجل وست تجاوزوا اللي اتنين سلام مش ظاهر عليهم اي وراد او اي مشكلة ولما تجاوزوا خلفوا طفل مريض غالبا الشكل ده من التوريس بيمشي اكتر مع الامراض الريسيسف الامراض المتنحية زي ما انا رسم لك كده فوقها هو لو مثلا الاب اي كابتل يعني الجين ده سليم نرمز له مثلا بالرمز اي كابتل ممكن ترمز له باي رمز يعني بس انا مستخدم اي كابتل واي اسمه اسمه ده اللي هو المريض وبما ان المراض ده ريسيسف متنحي لو عندي نسخة واحدة فقط هي اللي بايزة المراض مش هيظهر انا قلنا لازم الاتنين يكونوا بايزين في حالة الامراض المتنحية عشان المراض يظهر والام نفس الكلام عندها جين سليم وعندها جين مريض يبقى لا الاب ولا الام هيبانى عليهم ايه ان هم عندهم مشكلة بس لما ييجي يتجوزوا اولاد فيه الاحتمال اللي ممكن موجود ان الاسمول اللي هو الجين المريض بتاع الاب يروح مع الاسمول الجين المريض بتاع الام ويكون الطفل ده منحظه بقى ان ده يلتقي مع ده فيظهر عليه المرض خلاص يبقى انت لو شفت في المسألة ان الاب والام سلام ومخلفين عيل مريض يبقى ده اكتر يميل ان هو يبقى مراض ايه ريسيسف دكتورة برضو ماروها اولاد بتستخدم مصطلح كده اسمه سكيب جينيريشن يعني ايه يعني تيجي تبص في شجرة العيلة سكيب يعني مفوتين حاجة او معدين حاجة لايه في جينيريشن اللي هو جيل الاباء سليم وجيل الاطفال مريض يبقى في جيل سليم فلت من المرض ده يمشي اكتر مع الامراض المتنحية بص الرسمة دي عشان تفهم اكتر معنى سكيب جينيريشن شايف ابو وام سلام هذا الجيل او هذا الجينيريشن سليم سكيب ده يعني فلت ومخلفين عيل مريض اه يبقى ده على طول ريسيسف بينين طب شايف برضو اللي بعدها ابو وام سلام مخلفين عيل مرضى ده على طول يبقى ده ريسيسف اتفقنا كده احتمالات ان الطفل بقى مريض واحتمالات ان الطفل بقى سليم بنعملها ازاي زي ما كنا واخدانها في الاحياء كده على المسألة اللي انا مرها لك دي ده لالاب سليم والام سليمة اهي يبقى ايه كابتل ممكن تروح مع الايه كابتل يبقى ايه ايه او الايه كابتل دي تروح مع الايه سمول اللي هناك اهي يبقى ايه كابتل الايه سمول الاحتمال التاني ان الـ دي تروح مع دي يبقى ايه كابيتل ولا احتمال الاخير ان يبقى ايه احتمالات الابناء ده الاحتمال الاولاني ان الطفل الاولاني ده يطلع نورمل وما عندوش اي مشكلة خالص طب الاثنين ده 25% 50% اللي هم اتنين من الاربعة اللي هم اخلفوهم 50% اهو طلعوا كارير كارير دي يعني يحمل المرض او ممكن نقول عليه ايه تيروزايجس يعني يحمل المرض والاحتمال الأخير 25% انه يبقى ديزيز خلاص بنعملها بطريقة اللي احتمالت زي ما احنا كنا واخدينها في الأحياء ان الدكتورة بتقول لك ايه احتمالات الطفل المريض ده الشكل التاني بقى ولد في المسائل بيجي ان الافكتد اوفيس برينج كلمة اوفيس برينج هي هيها ايه كلمة تشايلد طفل يعني يعني الاب او الام اي حد فيهم مريض وخلفوا عيال مريضة ده على طول بيمشي مع الدومينت ليه بقى لو احنا بصنا كده اولاد ده الاب وده الام الاب ايه كابيتل ايه سمول يعني الجنين بتوعه سلام فده سليم والام عندها جين سليم وجين مريض بس خلي بالك ده من النوع الدومينت السائل فحتى لو نسخة واحدة بس هي اللي بايزة والتانية سليمة هيظهر على الام دي المرض يبقى دي ام مريضة عندها المرض واحنا عارفين ان هي مريضة طيب لما يجوا تجاوزوا ايه الاحتمالات احتمال ان الاسمول دي تروح مع الايه كابيتل سواء دي او دي لو رحت مع اي واحدة منهم برضو هتخلي العيل الناتج ده مريض خلاص يعني لو بصنا عليها بالاحتمالات كده بصوا كده بلاد لو الايه كابيتل دي رحت مع الايه كابيتل دي تبقى ايه ايه يبقى ده ايه نورمل طيب لو الايه كابيتل دي رحت مع الايه سمول اللي هناك دي يبقى ايه ايه كابيتل ايه سمول يبقى ده ديزيزد ما بنقولش علي كاريير بقى في الدوميننت مفيش كاريير طالما في جين بايز يبقى المرض هيظهر على طول الاحتمال التالت ان الايه كابيتل دي تروح مع الايه كابيتل دي ايه ايه يبقى نورمل او الايه كابيتل تروح مع الايه سمول يبقى ده ايه ديزيزد امراض الدوميننت مفيهاش كاريير لان لو واحد جين بس واحد اللي بايز المرض هيظهر يبقى الاحتمالات 50% طلعه نورمل 2 من 4 طلعه نورمل وخمسين في المئة طلعه ايه ده 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 وخمسين في المئة طلعه ايه نور اصطفانا على الكلام ده سهل شايفين اولاد شكل المسألة او افكتد اوفيس برينج او افكتد شايلد هاز ان افكتد بيرانت سواء واحد منهم او الاتنين يعني في الحالة دي اتنين اهو عندهم المرض اللي مزلللينه بسود ده يبقى ده مريض خلفوا عي المريض يبقى ده على طول دومينت واحد حتى مريض وبخلف عيال مرضى يبقى ده برضو ايه دومينت يبقى انا هبص في المسألة خلاص ده اول نقطة بابقى عايز اعرفه هل المرض ده ريسيسف متنحي ولا سائد اعرفها منين لو لقيت العيل المريض ابو امه سلام يبقى ده ريسيسف او عيال مرضى وابو امه امه سلام يبقى ده ريسيسف لقيت العيال المرضى ابوهم وامهم سواء الاتنين او واحد فيهم مريض المهم ان فيه احد الابوين او كلاهما مريض يبقى ده على طول ايه دومينت خلاص يبقى ده اول نقطة اللي ها مكتوبة عندك في الالجوريزم ده او اللي سكيم ده بيقول لك ايه بقى افكتد انديفيدوال هاف أف انفكتد بيرانت يبقى انا بسيت على العيل وبسيت على بوهم لو ابوهم مؤسلام يبقى ده على طول ايه ريسيسف لقيتهم مرضى يبقى ده على طول ايه دومينت خلاص كده طيب حلوة اوي اوي بص كاتبلك ايه multiple generation affected يعني هنا كان مش multiple ده كان سليم وده كان مريد مش كذا generation affected لا ده هو جيل واحد اللي هو جيل الابناء ولا affected لكن multiple generation يعني جيل الاباء وكذلك جيل الابناء affected الجيلين affected يبقى ده ايه dominant خلاص كده طيب عايزين نخش بقى على تاني نقطة اعرف ان انا عرفت اذا كان recessive ولا dominant عايز اعرف بقى اذا كان x linked يعني المرض ده يحمل على الاكس كروموزوم ولا اوتوزومة المتشال على الكروموزومات العادية اعرفها منين دي طيب لو هو recessive اولاد هاقوم جاي باصص معظم الاولاد المتأثرين بالمرض ده ميل ولا في ميل دول الابناء لو لقيت معظم او كل العيال affected يبقى ده اكس لينكد لو لقيت معظم الافكتد في ميل يبقى ده اوتوزومة يعني ايه الكلام ده فاهمك دلوقتي هنبص على المسألة دي اولا الاب والام سليم نورملا والعيال هما اللي affected هما اللي مرضى يبقى ده يمشي النداء ايه ده recessive صح بنا عرفت اول معلوم ان هو recessive طيب بص على العيال الاب والام دول مخلفين دي واحد اتنين تلاتة اربع عيال اولاد يعني ميل تلاتة من الاربعة للعيال او مخلفين اربع عيال تلاتة من الاربع عيال دول مرضى واحد بس والسليم يبقى ده على طول غالبا x-linked recessive ليه بقى بنقول كده اولاد في الامراض x-linked recessive احتمال الاصابة بيبقى عالي جدا في الميل الاولاد هم الميل يعني هم الاكثر عرضة للاصابة بالx-linked recessive ليه كده تعلم منبوس هو الولد اولاد ال6 كروموزوم بتوعه بيبقى عبارة عن ايه عنده x وواي الواي كده كده جايبه من الاب عشان ده اللي هيخليزه كرميل والاكس الاكس ده جايبه من الام فلو حظه ان الاكس اللي جايبه من الام مريض مش محتاج واحد كمان معاه هو خلاص هيظهر عليه المرض على طول طب وما للفيميل عشان تفهم الفرق لا الفيميل بتكون 6 كروموزوم بتاعها x-x فعلشان فرصة ظهور المرض في البنات اصعب بكتير من الولاد ليه بقى لان هي عنده اتنين اكس كروموزوم وده مرض ريسسف يعني عشان هزا المرض يظهر لازم الاتنين اكس كروموزوم يكونوا بايزين يعني يكون الاب بايز الاكس كروموزوم بتاعه او مريض وكذلك الام لكن لو واحدة زي دي خدت اكس كروموزوم اكس كروموزوم مثلا من الام مريض وخدت الاكس كروموزوم من الاب سليم مش هيظهر عليها اي حاج لانه ريسسف لكن الميل ما عندهش عيني ما حلتهش غير اكس كروموزوم واحد لو طلع حظه ان هو بايز هيظهر علي المرض على طول لكن الفيميل لو خدت اكس واحد بايز والتاني سليم مش هيظهر عليها المرض يبقى الفيميل فيه فرصة انها تهرب من ظهور المرض لكن الميل ما قداموش فرصة كبيرة ان هو يهرب لذلك اولاد فرصة الاكس لينكد ريسسف انها تظهر تكون اكبر بكتير في الميل يبقى انا هبص على المسألة اه لقيت الاب والام السلام والعيال بس هما اللي افكتت خلاص يبقى ده ريسسف حل يبقى انا عرفت النص الاولين نص التاني بص على الاولاد اللي هما الافكتت بالمرض هتلاقي معظمهم ميل اه معظمهم ميل يبقى ده على طول اكس لينكة اكس لينكة ريسسف لكن لو لقيت معظم الافكتت يعني لقيت الفي ميل هما الافكتت واحد بس من الميل هو الافكتت او مفيش حد من الميل يبقى ده اوتوزوما الريسسف اتفقنا كده اهل واقعة بص كده بقيت المسألة اللي هنا اهي ريسسف تقوم جاي all or most all او تقريبا كل الميل افكتد لو لقيت كده يبقى ده اكسل انكاد ريسيس لو ما لقيتش كده لقيته الافكتد في ميل يبقى ده اوتو زوما الريسيس طيب لو بصينا على مسألة اولاد بالشكل ده كده لقيت ان احد الابوين افكتد وكذلك الابناء يعني ما فيش جيل سليم يعني فيه كذا جيل افكتد يبقى ده ماشي اكتر مع فكرة ال ايه الدوميناند حلو كده لكن الريسيسي ف كنا بنقول ان ممكن يكون الاب والام سليم حلو عظيم جدا طيب هنأعمل ايه بقى دوميناند افتقر ال دوميناند يعني حاجه قوية فستطيع اقدار الإنسان على الاب عدود خلاص؟ لكن الريسيسيف كنت بدور على العيال لو كل معظم اللام فيك ميل يبقى اكسلينكد ملاقيتش كده يبقى ده اوتو زوم في الدوميناند ادار على الاب دور على الاب ليه بقى اسمع كده دوميناند افتكر حاجة قوية يعني بتدور على الاب على طول تشوف الاب بيورس مي الاب بيورس بناته المرض ولا بيورس عياله الميل لو لقيت الاب بيورس بناته وهقول لك لي دلوقتي يبقى ده اكسلينك الدومانت لو لقيت الاب بيورس عياله الميل دي بيسموها كده ميل تو ميل ترانسميشن وهفهمك ايه السبب بس احفظها عشان في المسألة تعرفت حال لو لقيت الاب زي الحالة دي كده ده راجل اهو دي ست مخلفين بنت سليمة ولد مريض يبقى الراجل الميل ادى الميل ابنه ميل تو ميل ترانسميشن يبقى ده اوتوزومة لدومانت خلاص كده لكن لو لقيت الاب مدي لبنته المرض يبقى ده اكسلينك الدومانت هقول لك لي دلوقتي بص اولاد كده لو انا افترضت ان المرض ده اكسلينك الدومانت يعني ايه دومانت يعني كفاية يبقى نسخة واحدة من المرض اه من جينات تكون بايزة عشان المرض يظهر واكسلينك الدومانت يعني بيتشلع الاكسلينك الدومانت خلاص وانا افترضت ان ده ميل المريض اهو عنده اكسل كروموزوم بايز والوي طبعا ما بيشيرش اصلا جينات خلاص ده المسؤول عن تحديد الجنس بتاع الطفل والفاميل اللي هو اتجاوزها دي سليمة عندها اتنين اكسل كروموزوم زي ما انتم شايف كده والاتنين اكسل كروموزوم ايه؟ اه سلام ياه كويس اوه لما يجي الراجل ده اولاد يجاوز الست دي عياله كلهم هطلعوا سلام فيش ولا عقد فيهم هطلع مريض تقول لي ليه بقى لان العيالة اولاد الميل وهيكتسب صفة ان هو ميل من الاب ازاي ياخد منه الواي كروموزوم لكن الاكسات بتاعته هيكون واخدها من الام وهنا الاكسات بتاعت الام سليمة فالطفل ده يطلع سليم مين بقى اللي هيلبس في الموضوع الفاميل عياله البنات ليه؟ كده كده وما ياخده من الاب اكس كروموزوم مع الاكس كروموزوم الاخر من الام عشان تبقى اكس اكس يعني تبقى فاميل اهي اكس هو والاكس التاني احد الاثنين اللي هو الاكس اللي اخدام الاب مريض وده دومينانت يعني كفاية يبقى جين واحد بايز عشان المرض يظهر فالفاميل دي هتبقى ايه؟ افكتت عشان كده احنا بنقول ايه؟ رجعك تاني للسكيم اللي كنا بنقوله لو الاب ورس بناته يبقى ده اكس لينكت دومينانت الاب ورس بناته يعني ادهم اكس بايزة ما هو ورسه البناته يعني ادهم اكس جين بايز يبقى ده اكس لينكت لكن لو الراجل ورس عياله الولاد ده مستحيل يبقى اكس لينكت ليه؟ لان الاب بيدي للعيال بتوعه الواي كروموزوم والواي ده اصلا ما بيشيرش اي جنات فالعايل واخد الاكس من الام يبقى بقى القصة دي اكيد ملهاش دعوة بالاكس كروموزوم زي خالص يبقى دا ايه اوتوزوم خلاص؟ تعالوا نبص كده على شوية المسألة اللي تحت دي تعالوا نبص كده اولاد هتيجي تبص انت في المسألة دي بالراحة كده فهتلاقي الجيل الاول افكتد والجيل التاني افكتد والجيل التالت افكتد كلهم افكتد يبقى ده مرض دومينانت كنا بنقول في الريسيسيف ان وارد جدا ان يبقى فيه جيل سليم حلو قوي طيب اعن بص على ايه احنا عمنا لما نلاقي دومينانت قوي ابص على الراجل على طوله شوه بيورى اسميه جيت بصيت على الراجل ده بص كده الراجل ده لقيته بيدي المرض لبناته بصي' ده على طول ايه اكسلينه درسيسيف اهو الانسوري اكسلينه دومينانت طوالما الراجل ادي البناته استشعار ان يبقى ده اكسلينكت بص على النهيات posts ابص على النهيات التانية وبرضو نفس الكلام الالي الاول الألف علي أفكتد 트�านي افكتد علي اخر configur ا Ever走 حسناعbaum الا الراجل لما الكب اصلاع wolves بصت على الراجل لقيته مخلف بنات مرضى يعني الأب مدي المرض لبناته يبقى ده على طول إيه X-linked يبقى ده X-linked dominant خلاص